سنبدأ نكمل المحاضرة الثانية بعد كده في الاعمدة كنا تكلمنا قبل كده في الاعمدة الانتراكشن ديجرام يعني انا عندي مومنت وعندي اكسيال لود يعني المومنت اللي انا عندي ده ممكن جيبه اكستردار مومنت او اللي انا جاي عندي ده اللي احنا عندنا بالتنمية الانتراكشن ديجرام اول حاجة تلكي بتاعك الافيلد العلامة الاجزاي الالفة بتاعتي اللي هي الاس داش راس وزي ما انت شايف هنا الاي على التي ببتدي من بوينت او فايف وعندك هنا الم Mult Final F&U في ال B تي التربيع الأكس التاني والأكس ده اللي هو الكي بتسوي بي Alt Final F&U في ال B في التي هنا احنا بنعمل كالأتي بجيب الكي وبجيب الم Mult Final F&U في ال B تربيع بجيب هنا نقطة يعني انا بجيب النقطة دي والنقطة دي منهم ببتدي احدد الانتر اكشن دايجرام بتاعي اعرف قيمة الرو بتاعتي بكام لان انا عند هنا رو واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستا سيما انتا شايف كده حددت القيمة بتاعتي واعرف الرو بتاعتي بكام يبقى اقدر اقول ان الرو في معادلة ببتدي هذه بنسبة الميو نسبة حديدة تسليح في القطاع ويبقى انك طلعت الاس والاس داش هنشوف بزيار ستجلب احدد الرو باجرام اولا احدد الافي ييلد والالفا والإكزاي المفتاح بتاعي اعرف اني انتر اكشن دايجرام هنشتغل فيه قبلة كمان انه في حاجة اسمها انتر اكشن دايجرام يونيفم ديستروبيوتد ده حاجة باستخدم في حالة البي اكسل اول حاجة هنجيب الكي اللي هي النوربال فورس على الفي سيو في البي في التي اللي هي القيمة دي وحجيب الـ M-Altimeter F-C-O في الـ B-Tربيع اللي هي القيمة هذه ومن هنا هجيب من هنا ومن هنا هجيب إيه الـ Interaction الـ ROOL مناسبة بتاعة الـ Interaction Diogram حلو كده أنت جدت إيه القيمة دي أو النقطة دي هترسم بيها الـ Interaction Diogram المناسب للنقطة اللي أنت جبتها بعد ما ترسمه يبين أنت كده هتقدر تحدد نقطة اللي هي البداية اللي هي عند الإي على التي بتسوي .05 اللي هي الميليمم اكسنتريستي والنقطة البي اللي بتدي لك الكي بالانس بتاعتك بتاعت القطع يبقى انت كده حددت النقطتين دول بعنا كده ايه؟ معنا كده ان انا عندي النقطة من اول هنا لغاية هنا دي بنسميها نقطة الا short column او اللي انت بتصمم كأنه short column يعني لو جالك اي دي الكيرف بتاعك النقطة بتاعتك دلوقتي بقى اللي حجيلك في خلال الكيرف ده في خضون ايه تبقى short column جالك في خضون بي تبقى ايه compression failure يعني زون بي جالك في زون سي تبقى attention failure يعني ايه نقطة في زون سي يبقى احنا طريقة design بقى تقدر تحددها النقطة في زون ايه compression failure وهو short column سؤاسف short column في minimum eccentric short column B اللي هي compression failure C اللي هي tension failure تحديد الصفحة بتاعتك عندنا اللي هو كي شرط بتاعتك الف field انت طبعا عارف نوع الستيل بتاني واربعين ومثلين وتمانين تلتمية وستين ربعمية على حسب الستيل اللي انت هيجيلك تاني حاجة الالفة بتاعتك انت طبعا عندك point eight one لا انت هتشتغل على one بعد كده الex i عبارة عن T ناقص اثنين كفر على T يعني ايه انا عندي T اللي هو ايه القطاع بتاعي ويه اثنين كفر هشيل اثنين كفر منه على T بتاعت القطع كله يبقى هتطلع الex i بتاع T زي مثلا لو عندك قطع تمانين سنتي ناقص خمسة وخمسة تبقى عشرة سنتي على 80 تبقى point eight seven يبقى انا هتشتغل مثلا على الex i اللي هو مثلا ما بين point eight و point لو point eight تبقى اقرب لي مثلا طيب وبعد كده هجيب ال E على T ال E على T بتاعتي دي انت ايه زي ما اتفقنا مع بعض لو E على T اكبر من point five ده big eccentric potential failure لو E على T اقل من point five يبقى ده small eccentric compression Will Refail انا هارفيني هذا الكلام طيب انت جبت El Rho المو بتساوي benefits ال Rho ف 11 في FcU ف 10 أصر اصر اصرzing يبقى أنت جايبت لما اجيب ال Rho فكved từ Antonia في الكابل بتاعك يبقى انت اقدرت جيب기 ال AX بتساوي ال Nast و The Te وال The Te وال The Te و The Te وال Eli Lokler ده ده اللي احنا بنتكلم عليه ان الجزء اللي فوق ده هو الكونكريت كراشس بفور ستيل ييلز وهنا الستيل ييلز بفور الكونكريت كراشس ده بالنسبة لتفسيرك للانتر اكشن ده جراوم وده نقطة بتاعة البالانس ده اللي احنا بنتكلم عليها البي بالانس بتاعة القطع برضو نفس الكلام هنا النقطة دي على البي بتسوي زيرو دي اللي هي ايه الاكسنتريستي بتاعتي المينيوم اكسنتريستي وده pure compression يعني هنا احنا نصمم العمودة على انه short call بعد كده بيحصل هنا ايه يبتدي الكمبريشن بتاعتي بتزيد واخبالك زي ما انت شايف compression failure في الزون ده كله والزون التاني ده اقول له ايه tension failure يبقى انا كده عندي tension failure بتاعه او هنا بقى نقطة البالانس كانان انت بيحصل عندك concrete crushes وSDL nearly eyelids في نفس النقطة هنا بقي tension failure بتتعامل معك كانك بتنزيل زي Di zом بتاع ل زي medio extension failure يبقى القطاع اقرب نقطة بالكمبرا منه لقطاع العمود يعني بتعمل كأن الكاميرا تم todos معاك فانت بتعمل ايه انت دلوقتي عرفت ان انت هتصمم ازاي كانه لو جاه عندك compression failure ان انت طلعت الرو والرو طلعت منها المي وطلعت الاس والاس طب افرد contention failure عند زون سي هتعمل ايه هتجيب ال ايه ال اكسنترست بتسوي الامة على الان الامة على الانة طب ال ايه هتجيب منها ايه ال اس بتاعتك اللي هي ايه فكان الحملة بتاعك عن بعده عن مركز عن حديد التسليح اللي هي عبارة عن ايه زائد تي على اتنين نقص ايه حيثة الكفر الصغير اي زائد تي على اتنين نقص الكفر طيب يبقى الامة الجديدة على حديد التسليح ابو تنشن ستيل عبارة عن ال ان في ال اس دي بقى ايه المومنت على التنشن ستيل بتاعك طيب يبقى نقدر ان ايه بقى ال d بتسوي c1 على الام ستيل الجديد على ال اف سيو في ال بي دي بقى طلعت ال c1 منها طلع ال j منها اطلع ال اس بتاعتي بتسوي الام وفي ستيل على ال g في ال افيل في ال d ما ننساش الترم ده لان انت عندك اه قطاع في ان الفارق ما بينه ما بين الكاميرا ايه ان انت هنا مرة الكاميرا ما كانش عندك النورمال فرصة ده الموجود عندك انت مراتي عندك normal force فهتاخد تأثير ناقص N على الفيلد في GamaS ما تنساش تشيك على X minimum اللي هي 1-1 من 10 الفيل في B في D و 1-3 من 10 S required باخد منهم الاقل وبقارنهم في الاخر ب .15 لو انا شغل بST860 على 100 في B في D باخد الاكبر ما بينهم في الاخر بصرف النظر عن كون الخطاع بتاعك عليه اه اه قطاع بتاعك عليه ايضا اه 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 صممت القطاع بتاعك كان عليه اه اه تنشب فيلير او compression يعني احنا عندنا 3 حاجات zone A الاولاني قلت إحنا تكلمنا قلت إيه لو كان short column هتصمم كأنه short column معدته short column أنت عارفة جاء في زون بي compression failure هتصمم هتعمل إيه هتجيب الرو ومنها هتجيب الميو ومنها هتجيب الاس والاس داش تلع زون سي يبقى أنت big eccentric يبقى اس هتجيب الـ ومنها هتجيب الاس هتطلع منها الامة اس تطلع الدي تسوي سي واحد جزر الامة على أفس يو في البي تطلع j تطلع منها الاس يبقى either got على زون a b c أنت عارف كل واحد هتقدر تصمم في قطاع بتاعك إزاي دلوقتي هندخل على compute the buckling bending world لتحديد الصفحة بتاعتك عندنا التفاكدوس اللي هو كي شرط بتاعتك الـ field أنت طبعا هارف نوع الستيل 40, 82, 360, 400 على حسب الستيل اللي أنت حيجي لك تاني حاجة الألفة بتاعتك أنت طبعا عندك point 8 وان لا أنت حتشتغل على الـ one بعد كده الـ x i عبارة عن T نقص اتنين كفر على T يعني ايه أنا عندي T اللي هو ايه تبقى عشرة سنتي على تمانين تبقى point 8 سابت يبقى أنا حتشتغل مثلا على الـ x i اللي هو مثلا ما بين point 8 و point لو point i تبقى أقرب لي مثلا طيب وبعد كده هجيب الـ e على T الـ e على T بتاعتي دي انت ايه زي ما اتفقنا مع بعض لو e على T أكبر من point 5 ده big centrist potential failure اقل من point 5 يبقى ده small centrist compression failure احنا عارفين هذا الكلام طيب انت جبت R الم بتساوي R في F U في 10 أصر 4 يبقى انت جبت رما تجيب الرو في الكارف بتاعك يبقى انت اعتقدر تجيب الم U الـ e s بتساوي الم U في B في T وال s dash بتساوي alpha في الـ e s alpha بتاعتك اللي انت حددتها بكده اللي هي بواحد يعني s dash بتساوي s متوقع انا انا النهارده لما اجي احسب بقى عايز احسب حاجة زي كده احنا قلنا ما اديش انا بتساوي P في delta وقلنا delta عبارة عن A بالنسبة لي في كل الحالات بتاعتي لو كان عمود مستطيل او دايرة او حتى في الحالة العامة اللي هي lambda i طيب اول حاجة عايزين نتكلم عليها برضو ان انا عندي minimum eccentric for the corner ايه minimum اقل minimum eccentric خبالك ان الحمود بيبقى في minimum eccentric minimum eccentric لا تقل عن 0.05 T او 0.05 B او 20 ميلي يبقى انا ما بقلش عن هذه القيم باي حال من الاحوال طيب عظيم جدا لو كان عندي ال H effective على T اكبر من H effective على B يبقى هاخد E بتاعتي 0.05 T يبقى انا بشتغل على T لو كان عندي H effective على T اقل من H effective على B يبقى انا باخد eccentric E بتساوي 0.05 B يبقى دي minimum eccentric في الحالتين رتوع العمود طيب لما باجي اصمم هصمم على واحد من القيم دي هكتبها تاني واضحة لكل هي دي قيم التصميم بتاعي للعمود بتاعي في حالة الامbre interaction diagram interaction diagram يعني انا عندي moment وعندي axial load يعني moment اللي انا عندي ده ممكن يبقى external moment او buckling moment اللي انا جاي عندي او buckling اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وحبت او ابركاته حنبتدي نكمل المحاضرة الثانية بعد كده في الاعمدة كنا اتكلمنا قبل كده في الاعمدة واحما شكرا شكرا ويكتبان لك انه اكتر احي نحن اخد بالوقت الكيس بتاعتي M2ZMAdd هي الكيس الكبيرة او M2 لوحديها زي الوقات هي أو PFE Minimum M2ZMAdd هي الكبيرة بالنسبة لي و PFE Minimum هي دي القيمة اللي حصمم عليها اللي هي اكبر قيمة بالنسبة لي في الحالة دي وفي الحالة دي اللي هي دي القيمة الكبيرة اللي انا حصمم عليها أو PFE Minimum وده اللي احنا بنكلم عليه من الجزء اللي فوق ده هو الـ وهنا الـ ده بالنسبة لتفسيرك وده نقطة طاعة اللي احنا بنتكلم عليها بـ بالانسة بتاعة البطع ترجمة نانسي قنقر 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 الانتر اكشن دياجرامي الانتر اكشن دياجرامي يعني انا عندي مومنت وعندي اكسيال لود يعني المومنت اللي انا عندي ده ممكن يبقى اكستر بل المومنت او الباكلي مومنت اللي انا جاي عندي اشتركوا في القناة 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 وبعد كده بدخل على الشارط اللي هي Uniform Distributed Steel دي بقى ايه نسبة لحديد كله موزع بايه Uniform Distributed اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ضرب اشتركوا في القناة كأني بقسم الاس على اربعة زي ما انت شايف كده هوا على اربع اركان يبقى احنا كده صممنا البطاة ده الكرف اللي انا قلتلك عليه اللي انت بتطلع بيه بيته فممكن يجيلك في الشارط ده في الامتحان او بيجيلك التابل انت تبقى عارف تستخدم الاتنين طبعا الطريقة التانية الطريقة التانية بيسموها البي اكسل انتر اكشن دياجرام ده انتر اكشن دياجرام دايريكت على طول بتستخدمه ازاي الكلام ده ايه عندك طبعا بيجيب حاجة اسمها الار بي الساوي الالتامات على اف سيو في البي في تي بتطلع لك قيم مختلفة على حسب القيمة اللي انت تطلع لك بتشتغل الشرط بتختار الشرط المناسبة ليها بالتسليح بالاجزاي بكده طيب بقوم اجيب ايه الام بتاعتي اكس على اف سيو في البي في تي تربيع والام واي في الاف سيو في البي في تي تربيع ايه في الاتجاهين اطلع من هنا ومن هنا اجيب نقطة اجيب بها الرو احطها بتبقى دي نسبة تسليح اللي انا محتاجها في القطاع بدي ايه من هنا اطلع من اجيب السوري بلك انا اجدد تبقى البقاء الكابس الابس لان cultة ايه وصحاب يا ايه if A لانację Sharp نوع من ان هناك ايهاء ina ابس ليتعداد هذا المفتاح بدي اختار الابس لان ام ان اتتمام جب دي. وحجيب الاما التامتر الفسيوفل بيتر بيع اللي هي القيمة دي. ومن هنا من هنا اجيب ايه الانتر اكشن الرول المناسبة بتاعت انتر اكشن داياجرام. حلو كده لجبت ايه القيمة دي او النقطة دي. هترسم بيها الانتر اكشن داياجرام المناسب للنقطة اللي انت جبتها. بعد ما ترسمه يبقى انت كده هتقدر تحدد نقطتين نقطة ال A اللي هي البداية اللي هي عند ال E على T بتسوي 0.05 اللي هي minimum eccentric T والنقطة ال B اللي بتديلك K balance بتاعتك بتاعت القطة يبقى انت كده حددت النقطتين دول بعنا كده ايه؟ معنى كده ان انا عندي النقطة من اول هنا لغاية هنا دي بنسميها نقطة ال E مثالي علشان نبتدي نتمرن على الطرق المختلفة في الدزاين مثالي تقود Rectangular section with bi-axle bending Determine the reinforcement to be provided in a short column Subjected to bi-axle bending with the following data انا عندي العمود اربعين في ستين وال F su خمسة وعشرين ال F y 360 عندي الحملة بتاعي 1800 عندك ال M x 400 وال M y 200 زي ما انت شايف في القطاع بتاعك جايلك load وعزوم طيب تعال هنعمل اول حاجة هتجيب ال R b ال P ultimate على F su في P في T بتساوي ال R b بكام 0.3 وبعد كده هجيب المومنت على F su في P تربيع 0.11 وال M ultimate ال Y على F su في T في P تربيع 0.08 طيب عظيم جدا يبقى انت كده هتعمل ال X i بتاعتك ب 0.9 طيب هتشوف الشارت بتاعتك اللي هي فيها R b 0.3 اللي هي شارت 5.5 في ال table بتاعتك ال reinforced index بتاعك row can be obtained هتطلع بقى ال row بتاعتي ان انا عندي القيمة دي وعندك القيمة دي قادر اطلع ال row هتعود 11.8 في F su بتاعتك معروفة 25 10.4 تطلع لك الميو بالنسبة بتاعتك تبقى الميو في ال B في T اللي هي القطاع بتاعك دي نسبة التسليح هتضرب في القطاع يبقى تطلع تلك التسليح ب 7090 مليمتر تربيع هي بقى انت محتاج 16.25 The reinforcement will be distributed equally on the four sites هتقسم بقى التسليح 16 دول ع القطاع ايه 1 2 3 4 5 هنا 1 2 3 4 5 بالتساوي يعني خمس تسيخ هنا خمس تسيخ على الوش ده خمس تسيخ على الوش ده وهحط بقى الكنت بتاعتي تابع القوانين بتاعتي بتاعتي بتاع ال spacing بتاع الكنتة اللي هنتكلم عليها اا دي الزوم بتاع الكاميرا design extension يبقى القطاع اقرب نقطة الكاميرا منه لقطاع العمود يعني بتعمل كأن الكاميرا بالضبط معك فانت بتعمل ايه انت دلوقتي عرفت ان انت حتصمم اصممت ازاي كأنه لو جاء عندك compression failure ان انت طلعت الرو والرو طلعت منها الميو وطلعت اس والاس طب افرد contention failure عند زون c هتعمل ايه ايه الاكسنترستي بتسوي الامة على الان الامة التمت على الانة التمت طب الامة هتجب منها ايه الاس بتاعتك اللي هي ايه فكان الحمل بتاعك عن بعضه عن عن عديد التسليح اللي هي عبارة عن برضو نفس الكلام هنا النقطة دي على الاس بتسوي zero دي اللي هي ايه الاكسنترستي بتاعتي دي ودي pure compression يعني هنا احنا نصمم العمودة على انه short call بعد كده بيحصل هنا ايه يبتدي ال compression بتاعتي بتزيد وخبلك زي ما انت شايف compression failure في الزون ده كله والزون التاني ده اقول له ايه tension failure يبقى انا كده عندي tension failure بتاعه او هنا بقى نقطة ال balanced اللي انت بيحصل عندك concrete crushes وال steel yields في نفس النقطة هنا بقى tension failure بتتعامل معك كأنك بالضبط وبتعامل كأنك كاميرا بالضبط زي ما انت ترجمة نانسي سننقاتنة ل بس انت شكرا ستغلرaho الأمودة 視عل داخل مكتب عن طرف المثاب سفق بالتجمع بس على الحقيق أن نعمل قطاع بس ان انسي مدري عندي مومنت هنا مية خمسة وسبعين وهنا مومنت اربعة وثلاثين افي سيو خمسة وعشرين افي يل تلتمية وستين ويال لود 1125 طيب عبتدي MX على الـ وعلى الـMY على الـ طلع طعب 2 من التابل اللي أنا عندي في الكود أنا عندي هنا بطلع برضو الـ RB بتاعتك تطلع لك 1125 في 1025 تطلع لك 0.3 تبقى من التابل بتاعك قدر اطلع الـ اللي هي تطلع لك 1.35 هتضرب الـM بتاعتك اللي هي 175 في 1.35 اللي انت طلعتها ومومنت تاني الـ34 في 1.35 اللي انت طلعتها تطلع لك 2 مومنت حتبتدي تاخد كل مومنت لوحده وتطلع الـM في الـA تربيع والـB تربيع طلعت كل مومنت وتدخل على الـ بتاعه اطلع الـR بتاعت الـR في اتجاه الـX والـR في اتجاه الـY تطلعت لي هنا 2.6 وتطلعت لي هنا وان يبقى الـM بتاعتك الـM الـS اللي هي 8% من القطاع بتاعي اللي تطلع لي 12 سنت أو 1200 وبجيب بقى في الآخر انا عندك هنا الـS في اتجاه الـX وـS في اتجاه الـY تبقى انت عندك الـS زائد الـA S X زائد الـS Y هضربها في اتنين يبقى هضربها في اتنين لقطاع فوق وتحت يبقى انا كده هروح دار بـS X وـS Y في اتنين يبقى طلعت هنا الحديد 975 و375 في اتنين تطلع لك 1700 ملي اكبر من يبقى هو ده الحديد بتاعي هيتحط جزء منه بيقاوم في اتجاه الـY وجزء منه بيقاوم في اتجاه الـX يبقى انا بقاوم الـ175 مومنت بـ الـ16 ده وده وبقاوم الـ34 بيقى لإيه 3-16 كده و3-16 بالشكل ده يبقى انا كده قاومت المومنت بتاعي unsymmetrical الـ175 قاومتهم بحديد التسليح اللي هو ده وده ده انت بتقاوم ادي مومنت جايلك كده فانت بتقاوم بالحديد ده والحديد ده مومنت جايلك كده بتقاوم بالحديد ده والحديد ده وانا كده قاومت الحديد بتاعي تفاصيل تفاصيل ملاحظات في بعض الملاحظات كده عايزين تخذ منها منها انا طبعا عاديهلك في اكتر من تلايد ولكن خبهلك اول حاجة اقل نسبة التسليح بتاعي 0.25 ده 0.052 لمضا باكليك باشتغل باللمضا باكليك مهمة قوي المعادلة ده اخب بالي برضو من حاجة مهمة قوي ان العمود الانتريار اعلى نسبة حديد 4% والأج 5% والكورنر 6% ده اعلى كمية حديد ودي الميو مينمم للحديد المينمم دايمينش او سيركر كون 20 صنتي واقل قطر اقدر اشتغل بي في 12 طيب لازم اخب بالي من بعض الحاجات المكس دايمينش او كورنر بارز 300 المكس بي 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 بارز 25 صنتي المينم number of بار of circular لو انا عندي عمود سيركر اقل عدد اسياق 6 المينم percent of longitudinal first طيب عندي الميو مينم short column 0.8 في المية الاس area concrete required زي مولت لك 0.3 من A concrete chosen ولو ميو minimum 0.25 5.05 2 lambda buckling زي ما قلت لك بالنسبة لك لو عندك العمود عليه buckling بتشتغل الميو minimum بتاعتك بدبقى دي مش بدبقى لل short column زي دي ال spirale 1% من agros 1 2 من 10 من core area inside spirale 100 maximum بتاعت الاعمدة اهي اهلك طيب لو عندك عمود انت بتاخد اول متر واخر متر بتعمل تركيز كنات 7.8 في المتر والباقي العمود 5.8 باقي العمود طب المينيوم diameter of stirrups الاكبر من ايه بقاه الديامتر بتاع ال stirrups الكنات ياما فايتامانية ياما ربع maximum diameter of vertical reinforcement او the volume of stirrups اكبر من 25% من الconcrete طيب الماكسمم spacing between spirale اكبر مسافة ما بين الكنات ياما 20 سنتي ياما 15 fi اللي هو ايه ال smaller of vertical bars طيب ال spirale بقى stirrups الكنات spirale minimum diameter اقل حاجة اقدر اشتغلها بالكنات spirale طبعا كيت fi 8 الpeach بتاعي من 3 ل 8 ده الpeach اللي انا باخده في الكنة spirale خبالك ان الكنات بتاعة الاعمدة هي تستمر والكامرات بتوقف ده مهم جدا الملحوظة دي انما لو عندي زلازل لازم الكنات الاعمدة تستمر و الكنات كمان تستمر البطول التي دخول مع بعض هلل الزوم التجول لالقطاع اقرب نقطة للقامرا منه للقطاع العمود يعني تجد ق म كأنك قامرا فيง في هل بت Guan じゃない قام at compression failure ان انت طلعت الرو والرو طلعت منها الميو طلعت الاس والاس طب افرد contention failure عند زون سي هتعمل ايه هتجيبي الاكسنتريستي بتسوي الامة على الان الامة التبت على الان التبت طب ال ايه هتجيب منها ايه الاس بتاعتك اللي هي ايه فكان الحملة بتاعك بعده عن عديد التسليح اللي هي عبارة عن ايه زائد تي على اتنين نقص ايه حتة الكفر الصغير ايه زائد تي على فين نقص الكفر طيب يبقى الامة الجديدة على حديد التسليح عندي هنا الاسبايسنج زي ما قلت لك ايه اقصى حاجة 25 سنتي طيب عندك هنا الاسبايسنج هنا ما بين ايه ادي ايه سيخ وفي هنا سيخ مش ممسوك بك انا وهنا سيخ يبقى السيخ ومع السيخ المش ممسوك بك انا اكبر الاسبايسنج لا تزيد عن كام على 15 سنتي وهنا ما بين السيخ والسيخ التاني اللي ممسوكين بك انا ادي اقصى حاجة ايه 25 ايه تانجل سيكشن سبديكة بايسنج عايزين بقى نشتغل بقى قطاع بس عندي مومنت هنا مية خمسة وسبعين وهنا مومنت اربعة وثلاثين افي سيو خمسة وعشرين افي يل تلتمية وستين واللود الف مية خمسة وعشرين طيب هبتدي ام اكس على الا داش وعلى الام واي على البي داش طلعتها بثنين من التابل اللي انا عندي في الكود انا عندي هنا بطلع برضو الار بي بتاعتك تطلع لك الف مية خمسة وعشرين في الف خمسة وعشرين تطلع لك بوين ثري تبقى من التابل بتاعك قدر اطلع الالفا بي اللي هي تطلع لك 1.35 هتضرب الام متاعتك اله مية خمسة وسبعين في 1.35 اللي انت طلعتها ومومنت تاني الاربعة وثلاثين في 1.35 اللي انت طلعتها تطلع لك 2 مومنت ستبتدي تاخد كل مومنت الواحدة ستترمين the design method by using the Interaction diagram اخر انا بحدد الف ييلد والالفا والالفا والإكزاي المفتاح بداية اعرف الاني Interaction diagram سنشتغل فيه قبلك كمان ان في حاجة اسمها Interaction diagram Uniform Distributed ده حاجة بستخدم في حالة البي اكسل طيب اول حاجة هنجيب كمان والك اللي هي Normal Force الفي سيوف البي في تي اللي هي القيمة دي وحاجيب الاما التماتل الفي سيوف البي تربيع اللي هي القيمة دي ومن هنا هجيب ايه الانتر اكشن الرول مناسبة بتاعت الانتر اكشن دا اجرام حلو كده لجبت ايه القيمة دي او النقطة دي هترسم بيها الانتر اكشن دا اجرام المناسب للنقطة اللي انت جبتها بعد ما ترسمه يبقى انت كده هتقدر تحدد نقطتين نقطة ال A اللي هي البداية اللي هي والنقطة ال B اللي بتدي لك ال K بالانس بتاعتك 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 قطح يبقى انت كده حددت النقطتين دول بعنا كده ايه معنى كده ان انا عندي النقطة من اول هنا لغاية هنا دي بنسميها نقطة الايه اللي انت بتصمم كأنه يعني لو جاي لك اي دي الكيرف بتاعك النقطة وده اللي احنا بنتكلم عليه ان الجزء اللي فوق ده هو ال concrete crushes before steel yields وهنا ال steel yields before concrete crushes ده بالنسبة لتفسيرك ال inter action diagram وده نقطة بتاعت البالانس اللي هم هنتكلم عليها ال P بالانس بتاعت القطح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة